أطلق صباح اليوم بمقارة جمعية الوطنية النائب الثالث لجمعية الوطنية عمال الدولة التدريبية لصالح النواب حول شؤون التحقيقات البرلمانية وذلك بتمويل من مشروع دعم الإدارة الرشيدة للاتحاد الأوروبي تقرير محمود حسن سمو بما أن التحقيق البرلماني يعد واحد من بين المهم الملقاة على عاتق الجمعية الوطنية وما أن لشان التحقيق والرقابة البرلمانية تعتبر هي الأخرى ضمن الركائز الأساسية التي عتمت عليها النواب لمراقبة النشاط الحكومي لذلك فقد جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية لصالح هؤلاء البرلمانيين حول فنون التحقيقات البرلمانية وكيفية إجرائها ومن ثم القيام بجميع معلومات حول وقائع محددة سون كان ذلك فيما يتعلق بإدارة خدمة عامة أو شركة وطنية أو في مسائل ترتبط بحياة السكان رئيس اللجنة التنظيمية أوضح بأن المعلومات التي ستقدم للنواب خلال فعاليات الدورة ستسمح لهم بتقوية معلوماتهم الأساسية في مسائل التحقيق والرقابة ذلك من أجل القيام بلعب دورهم بصورة كاملة لمراقبة نشاط الحكومة النائب الثالث لرئيس الجمعية الوطنية توفيل يومبوم ماجتيلوم الذي أطلق فعاليات الدورة أوضح بأنه نظرا لأهمية التحقيق البرلماني في مراقبة نشاط الحكومة ومأن التحقيق البرلماني يعتبر كذلك ضمن مهام الجمعية الوطنية بموجب المادة 140 من الدستور والمادة 36 من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية لذلك فقد دعا النواب إلى مناقشة مختلف المواضع التي ستقدم لهم خلال فعاليات الدورة التي ستستمر لمدى ثلاثة أيام الدورة جاءت تنظيمها بالتنسيق مع برامج دعم الإدارة الرشيدة للاتحاد الأوروبي في تشاد ترجمة نانسي قنقر